قد تكون رحلة سعيدة تمر بسرعة كبيرة لخبراء المحادثات القصيرة أو كابوسا حقيقيا بلا نهاية لأصحاب رهاب الأماكن المغلقة نعم المصاعد الكثير من الصعود والهبوط ما رأيك بأن نأخذ جولة في أسرع مصعد في العالم؟ لا أريد ذلك أيضا لكن استمر في متابعة الفيديو وسأختبر معلوماتك حول بعض أغرب المصاعد في العالم أولا لنتحدث عن السرعة في عام 1857 عندما كان من النادر مصادفة مبنى يزيد ارتفاعه عن سبعة طوابق هزت شركة أوتيس للمصاعد العالم من خلال تركيب أول مصعد تجاري للركاب في 488 برودوي في مدينة نيويورك تحرك بسرعة خارقة لزمنه 12 مترا في الدقيقة هذا مجرد ثمانية في العشر كيلو متر في الساعة لا يبدو سريعا لكن تذكر أن ذلك كان قبل ظهور السيارات بكثير تغير الكثير منذ ذلك الوقت أصبحت الحياة أسرع وازداد طول المباني ولم يعد بإمكانك إبهار أي أحد بمصعد يزير بسرعة أبطأ بست مرات من مشي الشخص العادي وإن كان الوصول إلى الشقة أو المكتب أو غرفة الفندق في الطابق العلوي سيستغرق وقتا طويلا فلن يقوم الناس على الأرجح بشراء أو استئجار هذا العقار لذلك توجب على شركات تصميم وبناء ناطحات السحاب التفكير جديا في تطوير أنظمة النقل العمودية الآن من الواضح أنه تم التفكير ماليا في ذلك عند بناء مركز CTF المالي في جوانتشو في الصين فهذا سابع أطول مبنى في العالم ويقف شامخا على ارتفاع 530 مترا في أعلى نقطة له يشغل الطوابق الستة عشر العلوية فيه من أصل 111 طابقا على فندق خمسة نجوم في العالم The Rosewood Guangchou ولا داعي لأن أذكر لكن سأذكره على أي حال هذا المبنى يحتوي على أسرع مصعد في العالم تم افتتاحه وتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في سبتمبر 2019 يصعد بسرعة عالية من الأرض إلى الطابق الخامس والتسعين في 43 ثانية فقط هل تعتقد أنه يمكنك ركوب مصعد يتحرك بسرعة قريبة من 75 كيلو متر في الساعة على طريق سريع؟ والإعطائك فكرة عن مدى تميزه فإن معظم المصاعد العادية تصعد بسرعة قصوى تبلغ 32 كيلو متر في الساعة تقريبا لكن لا داعي للقلق فشركة أنظمته تاشي للمباني وهي الشركة المصممة للمصعد الحامل للرقم القياسي تضمن سلامته وراحته هناك بكرات خاصة في أربعة أركان من المقصورة لامتصاص الاهتزازات المزعجة والفرامل مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة ستضمن توقفها بسلاسة حتى في حالات الطوارئ وهل تعرف ذلك الشعور عندما تؤلمك أذناك على متن الطائرة؟ فكروا في ذلك أيضاً وقاموا بتركيب تقنية تضبط ضغط الأذن يتحرك المصعد بنصف السرعة عند الهبوط لذلك فإنه يشبه موديلات المصاعد العادية التي اعتدت عليها قد تفترض أنه عندما يكون لديك مصعد بسرعة الخرار في المبنى فلن تحتاج إلى تركيب مصاعد أخرى لكن في الواقع يحتوي مركز CTF المالي في جوانكتشو على 93 مصعداً بسرعات منخفضة ومتوسطة وعالية تنقل الناس صعوداً وهبوطاً في المنطقة السكنية والمكاتب لماذا هذا العدد الكبير؟ ولماذا تحتاج ناطحات السحاب؟ وليس هذا المبنى فقط إلى أكثر من مصعد واحد على أي حال وجود مصعد واحد يكون كافياً عندما لا يكون المبنى طويلاً جداً لنفترض أن المصعد امتلأ بالكامل في الطابق الأول إن لم يكن هناك الكثير من الطوابق فستكون مقصورة هذا المصعد كبيرة بما يكفي ليتمكن الجميع من الوصول إلى وجهاتهم حتى ذلك الشخص المتجه إلى الطابق العاشر لكن ماذا لو كان لديك خمسون طابق أو أكثر من مئة؟ ويحتوي كل طابق على عشرات أو ربما المئات من الأشخاص الذين يعملون أو يعيشون هناك هل تعتقد أن مصعداً واحداً سيكفي الجميع؟ كلا ستحتاج إلى تركيب عشرات المصاعد والتي ستشغل حيزاً من مساحة المبنى لكن مرة أخرى لا يحتاج كل هؤلاء الناس الذين يتجاوز عددهم الألف إلى الوصول إلى الطابق العلوي الآن أليس كذلك؟ لهذا السبب تمتلك معظم ناطحات السحاب نظام مصاعد متطور وليست عبارة عن مجرد مقصورة تنقلك مباشرة من الأسفل للعلى بل شبكة معقدة من محطات توقف وتنقلات تشبه نوعاً ما متر الأنفاق على سبيل المثال تنتقل بعض المصاعد بين الطابق الأول والخامس عشر فقط ومن هناك يمكن للركاب الانتقال إلى مصعد آخر يأخذهم إلى وجهتهم أو محطة وسيطة أخرى وهكذا مقصورة واحدة متميزة أو اثنتان فقط تصل إلى القمة ويساعد ذلك على توفير الكثير من المساحة والطاقة ويمنع الازدحامات المرورية حسناً لقد أصبحت الآن تعرف كل شيء لم تتوقع معرفته أبداً عن عالم مصاعد ناطحات السحاب الشيق الآن لنلعب لعبه لدي قائمة ببعض أروع المصاعد في العالم ستحتاج إلى تخمين موقعها في خمسة ثوان لا تقلق سأمنحك خيارات أخبرني في التعليقات يا أبنا عن عدد إجاباتك الصحيح اتفقنا؟ واحد بوابة القوس تتحرك مقصورات المصعد المستقبلي لأعلى وأسفل أرجل هذا البناء الفولذي غير القابل للصدق بطول 192 متر صممه المهندس المعمري الفنلندي إيروس سارينين توجد مساحة كافية لخمسة ركاب في كل واحدة من مقصورات العربة الثمانية ويستغلق الوصول إلى سطح المراكبة في الأعلى أربع دقائق تقريبا ويمكنك رؤية الجزء الداخلي للقوس عبر أبواب زجاجية في طريقك إلى هناك إذن هل تعتقد أن هذه التحفة الفنية المعمارية موجودة في فنلندا سنغافورا أم أمريكا بوابة الغرب أكبر قوس في العالم وأطول نصب تذكاري في أمريكا يمكنك ركوب إحدى هذه المقصورات عند زيارة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية إثنان مصعد بايلونغ اسم هذا المصعد الذي يصل ارتفاعه إلى 326 مترا على جانب منحضر يترجم إلى مصعد المائة تنين افتتح في عام 2002 ويمكنك رؤية مناظر خلابة أبرى أبوابه الزجاجية قد يذكرك حتى بفيلم خيال علمي مميز تم تصويره هناك هل يقع في الهند الصين أم الفلبين الإجابة الصحيحة هي الصين يقع مصعد بايلونغ في إقليم خونان أما بالنسبة للفيل ألم يذكرك بمشاهد أفاتار 5 أكوا دوم هل ترغب بالتنقل بين الطوابق في وسط حوض مائي نسطواني بطول 25 متر مملوء بأكثر من مليون لتر من الماء و 1500 سمكة؟ إن كنت قلقا من الأسماك فإنها تحصل على كمية وفيرة من الطعام حوالي 9 كيلوغرامات يوميا ويقوم فريق هواصين بتنظيف الحوض يوميا إليك تلميحا يمكنك العثور عليه في فندق معروف في عاصمة أوروبية شهيرة لكن لا تنسى زيارة حي نيكولاي التاريخي أثناء وجودك هناك هل تعتقد أنه في فرنسا؟ ألمانيا؟ أم روسيا؟ أكوا دوم الجميل هو أحد المعالم السياحية في برلين بألمانيا 4- عجلة فالكيرك تعتبر عجلة فالكيرك مصعد القوارب الدوار الأوحد في العالم حيث ترفع القوارب لمسافة 24 مترا من قناة مائية إلى أخرى تخيل أن تكون في قارب ومصعد في نفس الوقت لأي بلد يجب عليك حجز رحلتك إن كنت تريد رؤية هذه التحفة الفنية الهندسية؟ أستراليا؟ فنزويلا؟ أم اسكتلندا؟ اذهب إلى اسكتلندا إن كنت تخطط لرؤية عجلة فالكيرك 5- إليفادور لاسيردا هذا المعلم ليس مجرد مصعد فقط بل وسيلة نقل مشروعة تربط المدينة السفلة بالمدينة العليا وتنقل أكثر من 30 ألف شخص يوميا وتصعد إلى ارتفاع 72 مترا في 38 ثانية الآن أين تقع؟ الأرجنتين؟ البرازيل؟ أم البرتغال؟ الإجابة الصحيحة هي البرازيل إليفادور لاسيردا معلم سياحي مشهور في مدينة سلفادور 6- سكاي فيو إريكسون جلوب يبلغ طوله 85 مترا وقطره 110 متر إريكسون جلوب أو جلوبين إن كنت من سكان المحليين هو أكبر مبنى كروي في العالم يمكنك رؤية حفلة موسيقية أو مباراة رياضية داخله لعبة هوكي على الأرجح كما يمكنك ركوب مصاعد زجاجية في الخارج سيكون لديك ما يكفي من الوقت للاستمتاع بمناظر المدينة لأن الركوب في أحد هذه المصاعد يستغرق 20 دقيقة إذن هل يمكنك تخمين الدولة التي تحتضن إريكسون جلوب؟ هل هي السويد؟ آيسلندا؟ أم كندا؟ الإجابة هي السويد وعلى وجه التحديد يمكنك رؤيته في العاصمة ستوكهولم حسناً على كم إجابة صحيحة حصلت؟ آه الكثير من الصعود والهبوط وفي النهاية حتى المصاعد كتسير بسرعة كبيرة هذه الأيام لدرجة عدم قدرتك على إنهاء حديثك في المصعد حتى ذلك الحوار القصير الجاهز الذي تتحدث فيه عن نفسك مع أي شخص تتعرف عليه في المصعد من المفترض أن يستمر هذا الحوار لمدة الرحلة في المصعد حوالي دقيقتين إن الأفضل لك تقليل ذلك إلى ثلاثين ثانية إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فمنح هذا الفيديو أعجاباً وشاركه مع صديق وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك للمشاهدة انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة ترجمة نانسي قنقر